في استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة الزربي الأمريكية للأبحاث والدراسات أظهر أن العراقيين يشعرون باليأس والإحباط من أي عملية تغيير تأتي عن طريق العملية السياسية وحكوماتها لفقدانهم الثقة تماما بالفئة الحاكمة كما تتصدر المطالبة بالقضاء على الفساد والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق الشخصية قائمة أولوياتهم ولفت الاستطلاع إلى أن نحو 60% من العراقيين يرون أن بلادهم تمر بمسار خاطئ وأن أوضاعهم تسوء يوما بعد آخر بينما أعرب نحو 80% عن عدم ثقتهم بمؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام هذا الاستطلاع سبقت دراسات عديدة التي أجرتها مؤسسة الصراع المستمر والركود الاقتصادي إذ وصفت ما يمر به العراق بأنها الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم والأكثر اضطرابا مع واقع معقد ومعضلات اقتصادية خطيرة ووضع أمني متأرجح المؤسسة أكدت أن العراق يمر بفترة من عدم الاستقرار السياسي الحاد تفاقمت بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة فالمستوى الاقتصادي للشعب منخفض للغاية قياسا بمقدرات البلد الغني حيث أن فرص كسب الرزق لا تزال محدودة ما أدى بالنتيجة لارتفاع معدلات الفقر وتضاعف البطالة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسابق يأتي هذا في وقت كانت فيه موازنات العراق لما بعد الاحتلال تكفي لبناء دول كاملة إلا أن تلك الأموال وجدت طريقها إلى جيوب الساسة وخزائن الأحزاب